اشتركوا في القناة والمتوسطة وضع خطة عمل تهدف لرفع مساهمة القطاع في الناتجة المحلية الإجمالي إلى 45% بحلول العام 2026 من جانبه أشار سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هذه المؤسسات تشكل حوالي 93% من المؤسسات التجارية الرئيسية في مملكة البحرين وتعمل كحجر أساس في مساعي التنوع الاقتصادي تعتبر المؤسسات المتنهية الصغار والصغيرة والمتوسطة منبعا رئيسيا للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في العديد من القطاعات وتسهم بشكل جلي في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مرونتها في إعطاء الأولوية للمشاركة الشاملة ما يضمن توافقها مع الثقافة المحلية واحتياجات الأفراد والمؤسسات ويعد أبرز ما يميز هذه المؤسسات منهجها المتمركز على الاقتصاد الدائري المتطور هذا المنهج الذي يمتلك القدرة على تحويل الاقتصادات وتعزيز خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي مملكة البحرين تقدم الدعم اللازم لهذه المؤسسات من خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرته والسياسات التي ينفذها حرصا على مواصلة تعزيز نموها واستدامتها المجلس تعاون مع عدد من الجهات للوصول إلى الأهداف المرجوة منها وزارة صناعة والتجارة التي أطلقت النشاط التجاري حاضنات ومسرعات الأعمال بهدف تقديم خدمات الدعم لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة وتحقيق أفضل المخرجات وقصص النجاح إلى جانب النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد الأول من نوعه في المملكة ولحماية مختلف أنواع البلكية الفكرية تم إنشاء مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع جامعة البحرين كأول مركز من نوعه في المملكة حيث يؤدي المركز دورا مهما لتسهيل ترخيص وتسويق الاختراعات والمنتجات وركزت مملكة البحرين على ضرورة الاهتمام بالمنتجات الوطنية وأطلقت علامة صونع في البحرين للترويج للصناعات البحرينية في الأسواق المحلية وطورت من جهتها صاديرات البحرين أول مبادرة وطنية تختص بتطوير خطط التصدير بهدف دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول للعالمية وللدعم المالي أطلق بنك البحرين للتنمية المنصة المصرفية الرقمية تجارة التي تعتبر المنصة الأولى في المملكة التي تختص بتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تل ذلك إطلاق عدة خدمات رقمية للدعم المالي ولأهمية الإرشاد الاحترافي للوصول إلى النجاح أطلق صندوق العمل تمكين المنحة داعمة للعمليات التشغيلية للمؤسسات إلى جانب الحلول التمويلية والاستشارية مملكة البحرين تحتضن هذا الملاف وتتبنى الأفكار الداعمة له إمانا منها بأن هذه المؤسسات لا تكتفي بخلق فرص العمل فقط ولكن تعتبر محركا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية